الخبر بقى اللي جاي معينا حاجة ممكن تدايقكم شوية ولكن لو ساعدنا في الموضوع ولو كل واحد اتحمل المسئولية في الموضوع ده الموضوع ولا هيدايقنا ولا هيدايق اي حد لو تفتكروا في الفترة اللي فاتت كلنا كنا بنتكلم على الطفل رشيد اللي كان بيعاني من دمور العضلات الشوكي وكانت فيه بروفاجاندا كبيرة جدا على السوشال ميديا لان كان المفروض يحصلوا على مبلغ كبير جدا 35 مليون جنيه علشان يقدروا يجيبوا العلاج العلاج عبارة عن حقنة واحدة بس بتتاخد للطفل ولازم الطفل ياخد الحقنة دي قبل ما يتم سنتين وحصلت المعجزة للطفل رشيد وبالفعل تم تجميع المبلغ واحنا كمصريين قدرنا نجمع 35 مليون جنيه والطفل رشيد حصل على الحقنة وعايز اقول لكم ان 35 مليون جنيه دول اتجمعوا في اسبوعين فقط والحمد لله الطفل رشيد خف وهيقدر ان هو يعيش حياة طبعية زيه زي اي طفل ولكن الطفل رشيد مش الطفل الوحيد اللي موجود في مصر اللي بيعاني من المرض الخطير ده فيه اطفال كتير اوي 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 والدولة كانت اعلنت ان تكلفة الحقنة دي هتبقى على تكلفة الدولة ولكن لازم يبقى الطفل اقل من سنة فيه طفلة اسمها ليال ليال عندها سنة وعشر شهور وزي ما قلتلكم ان الحقنة لازم تتاخد قبل ما الطفل او الطفلة يتموا سنتين ليال فضلها اسبوعين تقريبا وهتم خلاص السنتين محتاجة ان هي تاخد الحقنة دي بصوا بصوا الحلاوة وبصوا الامر عسل عسل جميلة جدا ولكن هي دلوقتي يعني مستقبلها كله مهدد ومستقبل اهلها مهدد لان هي لو ما اخدتش الحقنة في زمن اسبوعين خلاص هي هتعيش حياتها كلها بالمرض ده والمرض ده خطير جدا 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 تم بالفعل تجميع 80% من المبلغ والمبلغ 35 مليون جنيه يعني اكيد مش سهل انه يتجمع ومع ذلك كمصريين احنا كمان بنسبة للعالم كله قد ايه احنا كلنا مفيش زينا الصراحة وتم بالفعل تجميع 80% من المبلغ ولكن لسه فاضل 20% يعني يا ريت فعلا الناس تتبرع اه علشان الطفلة الجميلة دي تكمل علاجها ودي ارقام الحسابات اه هي موجودة يا ريت يا جماعة كلنا اتبرع اه باللي تقدر عليه وفي اسرع وقت يعني هو الفكرة يا ادورد ان دلوقتي يعني العدو الاولان يلينا كلنا هو الوقت لان هي فاضل هي عندها سنة وعشر شهور فخلاص هي شهرين وهتب السنتين ولو تمت السنتين خلاص ما ينفعش تاخد الحقنة وهتعيش حياتها كلها بالمرض ده فياريت كلنا فعلا نتبرع فاسرع وقت علشان ننقذ حياة ليال يعني جد اه جزاقكم الله كل خير يا رب ان شاء الله دايما للاشتراك زوروا موقعنا الفا تي في دوت كوم او اتصل على الارقام التالية الفا قنوات الاسرة العربية اشتركوا في القناة